أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا هذا السائل يقول هناك من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يفعل شيئا من الدعوة وإنما قام بها غيره فما حكم هذه المقولة وهل صاحبها ممن يعتبر أخذ العلم عنه هذا يجحد الأشياء الواضحة التي لا يشكال فيها فلا عبرة فيها هذا أم منه مخبول عنده عقل يجحد الثوابت وإما أنه عدو وينكر من باب الحسد والتضليل للناس ما قام به الشيخ شيء واضح لا إشكال فيه وآثاره باقية ولله الحمد نعم فلا يلتفت إلى هذا السفيه الذي يقول هذه المقالة هذا إما أنه جاهل ولا يجوز أخذ العلم عنه وإما أنه ظال ولا يجوز أخذ العلم عنه للضلال نعم